السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم العافية جماعة معكم أخوكم نواف لسويب بهذا الفيديو إن شاء الله راح تكلم عن تطبيق وايد مميز في أجهزة الآي او اس وأجهزة الآيفون خاصة وغالبية الناس مو مهتمين فيه ولا قاعد يستخدمونه ولا قاعدين يستفيدون من الفايدة الكبيرة اللي موجودة في هذا التطبيق طبعا هذا التطبيق إذا عندك ساعة أبل مع الآيفون راح تعيش في عالم مختلف تماما بالضبط كأنك مشي معاك دكتور أو سستر في كل وقات ألا وهو تطبيق صحتي أو التطبيق الصحة اللي موجود في أجهزة الآيفون فاليوم راح تكلم معاكم عن هذا التطبيق راح نشرح شنو المميزات وشلون ممكن أن نحن نحافظ على صحتنا وشلون نتعامل مع هذا التطبيق ونتابع الحالة الصحية لنا والحالة اللياقية طبعا انسوا الحين أن أنا متين شوي والوضع يعني راح تشوفون اللياقة هذه بس إن شاء الله يعني الرد مرة ثانية فخلونا نقول بسم الله ونبتدي بداية تطبيق صحتي مثل ما قلنا مع ساعة أبل راح تكون شي خيالي أول ما ندخل على التطبيق راح تكون هذه الصفحة راح نشوف ثلاث أشياء راح نشوف الحساب والواجهة أو الملخص وكذلك التصفح والأشياء اللي موجودة في بداية من الحساب راح تضغط على صورتك راح يطلع لك اسمك وهذه الصفحة وتقدر من خلالها أن أنت تعبي البيانات فمثلا التفاصيل الصحية راح يحط لك كل بياناتك وتقدر أن أنت إذا من دوي الاحتياجات الخاصة أو أن أنت تستخدم الكرسي المتحرك الويلدشير تقدر تضغط هنا وتشغلها إذا عندك أدوية تأثر على معدل نبض القلب تقدر أن أنت تدخل وتكتبها هذه الشغلة ليش موجودة؟ علشان الحين أوريكم إياها لما تعبي الهوية الطبية وتحط بياناتك كلها زائد تحط لك جهات اتصال للطوارئ فعشان تقدر أن أنت تتصل عليهم إذا لا سمح الله صار في عندك مشكلة وفي عندك وصول الطوارئ أنك هل هذه الصفحة تطلع إذا لا سمح الله صار فيك شيء ولا لا الآن نشوف شلون لما يكون جهازك طافي ولا سمح الله صار لك شيء مجرد أن أنت أو أي شخص يضغط زر التشغيل مع زر اللي تحت أو اللي فوق راح تطلع عنده هذه الهوية الطبية إذا سوى سلايد راح تطلع بياناتك فيقدر أي شخص إذا لا سمح الله صار فيك شيء أو تعرفت لحادث ويابون يتصلون على أهلك أو يتصلون على أحد من معارفك أو وصلت لأسعاف ويابون يشوفون شنو حالتك الصحية تقدر أن أنت تحطه هنا فرح يعرفون بشكل سريع شنو فصيلة دمك شم وزنك طولك اللغة اللي أنت تتكلمها من الجهات اللي يتصلون عليها بدال لا يدخل على تليفونك وإذا كان تليفونك مكفول وما أحد يعرف فهذه ميزة وايد حلوة حق الناس اللي تبي تستخدم هذا الشيء ومثل ما احنا شايفين التليفون راح ينقفل ما أحد راح يقدر يفتحها إلا بعد ما يحط الرقم السري ما راح يفتح لا ببصمة الوي ولا ببصمة الإيد لازم تدخل كلمة السر للجهاز طيب نرجع الحين للتطبيق حطيت الهوية راح تبين التفاصيل الميزات قائمة التحقق الصحية هنا يحط لك شنو الأشياء اللي أنت ممكن تستفيد منها والأشياء اللي ممكن تشغلها فممكن تشغل إذا عندك ساعة أبل اكتشاف السقوط فهذه تلقائيا حق الأشخاص اللي أعمارهم فوق الـ 65 سنة راح تكون شغالة إذا أقل من 65 سنة راح تكون مطفية ولازم أنت تفعلها هذه الميزة إذا أنت لا سمح الله طحت أو تعرفت لسقوط قوي ما راح أو الساعة راح تنطر لمدة دقيقة وتسألك هل صار فيك شيء؟ هل فيك شيء؟ إذا ما رديت خلال الـ 60 ثانية راح تتصل على الطوارئ ومعنات أنه أنت صار فيك شيء قوي ومن تقدر تقوم هذه وايد مفيدة يا جماعة حق الناس اللي لا سمح الله عندهم سكر أو أنه يصير فيهم هبوط ويطيحون وما يحسون بنفسهم الميزة هذه مع ساعة أبل راح تكون جدا جدا مميزة وحلوة حقهم عندنا أيضا النشاطات عندك الهوية الطبية آخر مرة متى عدلتها فتقدر تعدل عليها طوارئ الـ SOS إذا تريد تشغلها ولا لا تقدر تحدد إشعارات انخفاض معدل نبض القلب إذا لا سمح الله نبضات قلبك صارت أوطى من المعدل راح يعطيك تنبيه فتقدر تحدد النسبة اللي تكون أقل شيء 50 أو 45 أو 40 كذلك عندنا إشعارات ارتفاع معدل نبض القلب يتحدد النسبة كذلك وعندنا إشعارات اضطراب النظم أو انتظام ضربات القلب أيضا راح يعطيك إنديكيتر أو يبين لك إشعار بهذا الشيء عندنا تخطيط القلب مستويات اللياقة القلبية الأكسجين في الدم إشعارات سماعات الرأس هذه وايد مميزة وحلوة إذا كان الصوت عالي والسماعة شغالة فراح يحدد لك قوة الصوت بالسماعة وكذلك عندنا إشعارات الضوضاء فعشان يحافظ على السم عندك يقللك أو يحدد لك حد الضوضاء اللي موجود اللي انت تقدر تتحمله وما إلى ذلك وكذلك حاليا في عندنا ميزة يديدة اللي هي غسل اليدين هذه تقدر تشغلها يعطيك إشعار أثناء غسل الإيد راح يبين لك إن أنت تغسل يدك لمدة 20 ثانية وكذلك راح يعطيك تذكيرات يذكرك إن أنت تغسل إيدك إذا وصلت البيت أو وصلت المكتب أو المكان اللي انت دائما توصله فوايد أشياء حلوة موجودة في التطبيق مع الساعة من خلالها تقدر تحافظ على لياقتك وتحافظ على صحتك خلصنا من الجزء الأول وهو الحساب نية حق الملخص الملخص راح يحط لك ملخص جميع الأشياء اللي أنت قاعد تستخدمها مع التليفون ومع الساعة فعلى سبيل المثال راح يحسب لك عدد الخطوات الطوابق أو الارتفاعات اللي أنت مشيتها النشاط كم سعرات حرارية حركت عدد دقائق التمارين وعدد الوقفات أنت لازم توقف وتمشي لمدة دقيقة كم عددهم وإذا كنت تلبس الساعة خلال النوم راح يحسب لك أيضا خلال النوم مثل ما احنا شايفين راح يطلع لك بهذا الشكل وايد أشياء قوية راح اشرح لكم هذا الحين بعد شوي بس خلونا نخلص بعدين تخطيطات القلب راح يحط لك كل الملخص للأشياء ومؤشر كتلة الجسم إذا عندك ميزان يحسب كتلة الجسم ويحسب لك وزنك والتفاصيل هذه إذا ربطتها مع التطبيق راح يبين لك أيضا المعلومات اللي هنا الإنجازات راح تبين لك أنتش كثير خطوة كم خطوة مشيت في الأسبوع والمستويات يعني وينبهك ويعطيك أشياء حلوة تخليك تتابع حياتك أنت شلون ماشي وشنو الأشياء اللي ممكن تعدلها والأشياء اللي أنت ممكن تتفاداها تحت راح يعطيك يعني أشياء ممكن أن أنت تستفيد منها سماعة الرأس وصحة السمع لما تدخل عليها راح يعطيك ملخص حلو يعرفك شلون تستخدم السماعة شلون المميزات وكذلك الضوضاء شلون ارتفاع الصوت في السماعة ممكن يأثر على إذنك وعلى السمع عندك وشلون الأشياء اللي أنت لازم تستفيد منها وتسويها ويعطيك أمثلة على المستويات للديسبل أو للضوضاء والصوت علشان يحافظ على صوتك وش كثر المدة اللي أنت تحتاج أن أنت تتعرض فيها لهذه الضوضاء أو هذا الدرجة من الصوت علشان أنت تكون بالوضع السليم إذا تعديت هذا الشيء راح يكون مضر لحاسة السمع عندك تحت راح يعطيك تطبيقات ممكن تفيدك أيضا في متابعة حالتك الصحية واللياقية في عندنا آخر شيء التصفح راح يعطيك الفئات الصحية اللي ممكن تتعامل فيها مع التطبيق إذا لا سمح الله عندك أعراض وآلام وأمراض تقدر تحدد شنو نوعية هذه الأمراض اللي أنت قاعد تحوشك واللي أنت قاعد تسبب لك يعني مثلا عندك إمساك الإمساك هذا تقدر أن أنت تحدد أو في عندك أجهزة تستخدم وتبين لك البيانات راح يبين لك الأعراض والأمراض هذه وشلون أنت ممكن يعني تتعامل معاها من خلال أنه يسجلك هذه الأشياء فلما تراجع الدكتور تقدر أن أنت تطلع البيانات هذه وتبين له أن أنا صار فيني يعني تشذي وصار فيني تشذي في هالفترة وفي هالفترة فتقدر التابع عندنا الانتباه الذهني هذه اللي هو يعطيك مثلا الساعة تعطيك لمدة دقيقة أنت لازم تتنفس فتريح مخك تأخذ لك دقيقة تشذي من الهداوة فيحسب لك هنا إيش كثر أنت قاعد تسوي هذه باليوم في عندنا أيضا أشياء مثل التغذية في برامج ممكن تستخدمها تطلع لك الكالوريز وتفصل لك الأكل شنو اللي موجود فيه الانجريديينز فتقدر من خلالها هني تحسب وانت تبين شنو اللي كليته شنو عدد أو مثلا حجم الدهون وحجم السعرات الحرارية وكذلك البروتين والبوتاسيوم فكل هذا راح يبين معاك من خلال التطبيقات إذا كان في تطبيقات مشبوكة على هذه الأشياء الحركة عندنا مثلا بالساعة شم المشي وما إلى ذلك في عندنا السمع هذه شغلة وايد حلوة وموجودة في الساعة في عندنا التطبيق هذا إذا احنا شايفين الحين لما تدخل عليه مثل ما احنا شايفين الحين وانا قاعد أتكلم وهو قاعد يحسب بالضوضاء اللي موجودة فنسبة التعرضة الحين جيدة ما في أي مشاكل إذا تعدت هذه راح يكون مثل ما احنا شايفين باللون الأصفر فراح يكون يطلع لك بهذا الشكل بأن الصوت عالي هذا لازم ما تتعرض له لفترة طويلة لأني محدد في التطبيق مثلا إذا رحنا على السمع فعندك مثلا لما تدخل على تخطيط السمع راح يكون في عندك خلونا نشوف مثلا هنا راح يعطيك بعض التطبيقات اللي ممكن من خلالها أن أنت تسوي اختبارات حق ميزة السمع فياخذ منك البيانات اللي موجودة هنا ويعرض لك إياها في البرنامج اللي موجودة هنا أيضا في عندنا العلامات الحيوية هني راح يعطيك معدل نبضات القلب اللي يحسب لك إياها بالساعة راح يعطيك البيانات موجودة هنا ممكن تشوف خلال اليوم أو الساعة أو الأسبوع أو الشهر أو خلال العام والرينج اللي يطلع لك وتشوف البيانات اللي موجودة هنا وتقدر تشوف فيه أشياء زيادة تقدر تستفيد منها وتطبيقات تقدر تنزلها وتستفيد منها بشكل أكبر في عندنا أيضا إذا كان عندك ساعة أبل الجيل السادس راح يكون فيه عندك ميزة أكسجين الدم فتقدر تقيس نسبة الأكسجين اللي موجودة عندك في الدم من خلال هذا التطبيق إذا ضغطت عليه راح يعطيك قياس نسبة الأكسجين في الدم فإذا كانت أقل من 92 ممكن أن أنت شوي يعني بترد تسوي الاختيار لأن من المفترض أن يكون أعلى من 92 إذا أقل من 90 أو 91 أو 92 راح يبدأ يطلع لك بأنه فيه مشاكل عندك فمثل ما إحنا شايفين الليكسجين في الدم 100% فالحمد الله ما فيه أي مشاكل وراح يعطيك هني النسبة مثلا توني مسوي الاختبار راح يعطيك الاختبار والدرجة اللي موجودة فيعني تقدر تتابع هذا كله بشكل وايد حلو في عندنا كذلك النشاط هني إذا كنت مثلا بتسوي التمارين وتاخذ على الصحة أو اللياقة اللي موجودة راح يوريك الحركة مالتك الطاقة عدد الكالوريز اللي حركتها عدد الخطوات شكثر من شيء شكثر وقفت فكل هذه البيانات راح تبين عندك بشكل وايد حلو ويعطيك أيضا يعني اقتراحات أنه أنت شلون تحسن من هذا الشيء وعندنا كذلك أهم ميزة وهي النوم هذه شغلة وايد وايد حلوة ومهمة يعطيك إذا كنت تلبس الساعة أثناء النوم يقدر أنه هو يحسب لك النوم مالك وشنو اللي صار فيه عندك فتقدر أنت الجدول أوقات النوم فمثل ما إحنا شايفين الجدولة من الساعة واحدة للثمان يفضل ويعطيك أن أنت إذا تنام سبع أو ثمان ساعات بالكثير يعطيك انديكيشن أو يعني طلع لك ياهبها الصورة مثل ما إحنا شايفين سبع ساعات حق النوم كل ما تحرك أنت تحدد متى تبي تنام كل يوم أو في أوقات معينة فنختار مثلا من الساعة واحدة للساعة ثمان سبع ساعات نوم في عندك إذا تبي تشغل منبه أو لا اللي راح يصير بأنه قبل مثلا الساعة واحدة الساعة 12 و 14 12 و 14 و 15 دقيقة راح تعطيك تنبيه بأنه باقي لك 45 دقيقة علشان لازم تنام فالتليفون راح يصير دون الدستيرب أو عدم الإزعاج التنبيهات راح توقف ما راح توصل لك الشاشة راح تميل إلى تكون باللون الأصفر عشان تريح عينك إذا كنت قاعد تستخدم التليفون إذا الساعة عندك أقل من 30% راح تعطيك تنبيه النشحنها علشان تكفي معاك إذا كنت تبي تستخدمها أثناء النوم فيعطيك أشياء وايد حلوة ويهيئك للدخول في فترة النوم وإذا كنت لابس الساعة راح يحسب لك مثل ما احنا شايفين يعطيك هني معدل الساعة ونسبة الأكسجين في الدم مش كثر يعني النوم العميق والنوم الخفيف راح يطلع لك بشكل وايد مثل ما احنا شايفين إذا ما كنت تبي تلبس الساعة مثل ما احنا شايفين راح يطلع لك بهالشكل إنه راح يحسب لك إنه أنت نمت بهالفترة أو يعني إنك ما استخدمت التليفون بهالفترة ولكن إذا كنت لابس الساعة راح تكون الساعة مطفية تعطيك بس اندكيتر بأن يعني حتى لم تطق عليها خلونا نشغل وريكم شلون راح تكون بهالشكل طافية إذا ضغطت عليها راح تطلع لك بهالصورة فقط علشان يحافظ لك على البطارية وإنه ما تقدر تستخدمها ولا تأذيك أثناء النوم إذا تبي تشغل الساعة بعد انتهاء فترة النوم السبع ساعات أو إنك تحرك الكراون ليفوق علشان تفتح معك الساعة وتستخدمها وإذا تبي توقف فترة النوم طبعا راح يحسب لك ياها ويطلع لك كل البيانات اللي موجودة في التطبيق هنا عندنا مثل ما قلنا حق بخواتنا البنات تتبع الدورة وفي عندنا التنفس إذا تبي تقيس نسبة الأكسجين في الدم أو إذا في عندك أجهزة تقيس لك هذا الشيء القلب هنا في عندك أكثر من شيء مثل ما ذكرنا مساعة في عندك طريقتين أو شغلتين موجودين هنا ألا وهي التخطيط للقلب وكذلك عندنا قياس نبضات القلب التخطيط إذا ضغطت عليه تقدر أن أنت لازم تكون مثبت إيدك وتحط صبعك على الكراون ويحسب لك لمدة 30 ثانية يسوي لك تخطيط للقلب التخطيط يعني 98 بلمية دقيق نظم جيبي الحمد لله ما في أي مشاكل راح يعطيك عدد نبضات القلب ويقول لك هل أنت تشعر أن فيك شيء ولا ما فيك شيء تقدر تضيف أعراض وهذا راح يدش عندك هنا في الحسبة معدل تخطيط القلب مثل ما احنا شايفين كاهو صار هنا راح يوريك التخطيطات وهذه ممكن أن أنت تراجع فيها الطبيب تسوي فيها ملف PDF مثل ما احنا شايفين وتعرضها حق الدكتور ويكون عنده تخطيط قلب وانت مسويه بساعتك والتليفون قياسات الجسم إذا تستخدم مثلا مثل ما قلنا ميزان ذكي يحسب لك ويحط لك الوزن راح تبين البيانات هنا كذلك بيانات أخرى إذا مثلا بتغسل إيدك تقدر أن أنت هنا يحط لك وتنزل وتضيفها وتشغلها بالساعة من خلال الإعدادات إذا دخلت على الإعدادات بعدها راح تروح إلى تقريبا آخر الصفحة راح تلاقي في عندك غسل اليدين راح تشغلها اللي هي مؤقت غسل اليدين فمجرد أن أنت تدخل حمام وتغسل إيدك راح يشتغل المايكروفون ويعرف ويحسب لك لمدة 20 ثانية وراح تتخزن البيانات أيضا عندك في التليفون هذا بشكل عام تطبيق الصحة وايد تطبيق ممتاز تطبيق يفيد بشكل خيالي وراح يخليك تتابع صحتك واللياقة عندك وحياتك شلون تكون يعني شلون تحسنها وتحسن طريقة استخدامك لحياتك الصحية وبس هذا اللي كان عندي اليوم إن شاء الله أتمنى التطبيق يفيدكم وأتمنى أنكم كلكم تستخدمونه إذا كان عندكم الساعة والتليفون حتى لو ما عندكم الساعة تقدرون أيضا تستخدمونه مع الأجهزة الذكية الثانية اللي ممكن تربطها في هذا التطبيق شكرا لكم على المشاهدة لا تنسون إذا كانت هذه زيارتكم الأولى للقناة الاشتراك وتفعيل جرس التنبيه علشان توصلكم تنبيهات المقاطع أول بأول وهذه حساباتي في شبكات التواصل الاجتماعي تسعدني متابعتكم شكرا لكم على المشاهدة واشوفكم إن شاء الله في المقاطع القادمة مع السلام شكرا لكم على المشاهدة